بداية أبدأ معك دكتور فواز يعني رغم أن أكبر امتداد جغرافي للامبراطورية البريطانية تحقق فعليا بعد الحرب العالمية الأولى خرجت بريطانيا منتصرة وحتى بعد الحرب العالمية الثانية لكنها لم تعد تحديدا القوى العسكرية والاقتصادية الأولى في هذا العالم ليس ذلك فقط وبشكل أكثر دقة في يومنا هذا بريطانيا يا سيدي لم تعد إلا قوى متوسطة بحسب تقرير تشاتام هاوس وهو ما يعني بطبيعة الحال أنه لم يبقى في موقد العظمة إلا الرماد ما هي الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هذا الانحضار لمكانة بريطانيا على مستوى العالم؟ أنا أحاضر في جامعة اسمها London School of Economics جامعة لندروسها الاقتصادية ودائما أولماء الاقتصاد يرددون أن السياسة الخارجية هي امتداد لاقتصاد قوي ولتماسك سياسي قوي أستاذ جمانا لا أعطيك مثلا عن ماذا أتحدث ذلك بريطانيا الآن تعاني من أكبر تضخم في مجموعة الدول السبعة الاقتصادية العملاقة النمو الاقتصادي هو الأقل في هذه المجموعة السبعة في الاقتصادية العالمية الاقتصاد البريطاني الآن يعاني من أزمة بنيوية النقطة الثانية قروج بريطانيا من العمق الفضاء الأوروبي أضعف بريطانيا المملكة المتحدة لأن الولايات المتحدة كانت تنزل المملكة المتحدة على أنها جسر مهم في الاتحاد الأوروبي خروج بريطانيا من هذا الفضاء الأوروبي المهم اقتصاديا وسياسيا أضعف بريطانيا هناك أيضا ما نشهده الآن الحقيقة تصور بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كانت تعول القيادة البريطانية على أنها سوف توقع اتفاقا تجاريا مع الولايات المتحدة لم يحصل الولايات المتحدة لم توافق على ذلك أول اجتماع لدولة أوروبية لرئيس أوروبي في إدارة جو بايدن احتفال الدولة اجتماع الدولة